موضوعنا دلوقت هو الفيوتشر انترنت أو مجموعة التحسينات والتطويرات المتوقع حدثة على شبكة الانترنت في المستقبل القريب احنا بنقول ان الباندويتس بتاع اليوزر بدأ يزيد كنا بنتكلم في سرعات 56 كيلو بيبر سكند أما حاليا السرعات بال200 ميجا بيبر سكند و500 ميجا بيبر سكند وكمان بدأ انتشار الشبكات اللاسلكية ده أدى إلى زيادة سرعة الوصول للمحتوى وبقى فيه rich communication كمان الفيرستمايل انهانسمنت الفيرستمايل هو اللينك اللي بيوصل بخدمة أو الشركة بتاعة الSTC أو الشركات اللي بتوفر لي خدمة الانترنت مع الباكبون حصل انهانسمنت وبقى فيه كابلات عالية السرعة جدا optical fiber حيزود ايه؟ حيزود الـ reliability ويضمن الجودة بتاعة الـ quality للخدمة عند اليوزر ففيه مجموعة من الـ benefits أو الفوائد اللي حترجع على اليوزر وتشمل ما يلي أول حاجة التنسي solutions احنا كنا بنقول انه من مشاكل الانترنت اللي هو التنسي ودي كتجاية لأن الدات اللي موجودة عندي يعني مثلا رسائل الإيميل والستريمينج فيديو والاوديو مفيش أي نوع من الـ priority أو الأولوية ليها فكلها بتنبعد بنفس السرعة لكن احنا عايزين نحل المشكلة دي فعلشان كده هيكون عندي differentiated quality of service اننا قدي الداتا دي أولوية يعني البيانات بتاعة الإيميل تكون أولويتها رقم 3 مثلا أما الفويس مثلا وبرامج اللي هي زي اليوتيوب والحاجات بتاعت الزوم اللي هي بيكون الـ online مباشرة دي محتاج أن الأولوية بتاعتها بيكون عالية علشان توصل بسرعة أعلى لكن الإيميل مش مهم إنه هو يوصل في نفس اللحظة ممكن يتأخر شوية يبقى لا تنسي solutions فكرته إن احنا حنعمل quality of service ونعمل periodization نحدد الأولوية للباكتز بتحتي نمرة اتنين حنضمن جودة الخدمة ونقلل معدل الأرورز اللي بيحصل عندي كمان بيتكلم عن declining cost وبدأ يتكلم بعد كده عن الانترنت of things ودي فكرتها إن انت بقى موضوع الانترنت ما تكونش قصرة على أجهزة الكمبيوتر والتليفونات ولكن السيارات ممكن يكون في أجهزة كمبيوتر التلاجات وهكذا فنحنا نستخدم الانترنت علشان نوصل عدد كبير من الأجهزة والآلات والسنسورز كمان ده من خلال ال Radio Frequency Identifications اللي هو السمارت سينج عموما بس طبعا عندنا فيه مشاكل في الانتر اوبرابيليتي أو التوافق ما بين الأجهزة دي وبعضها وموضوع الستاندرز ومن أهم المشاكل موضوع السيكيورتي والبرايفسي عارفين زي السيارات اللي هي زيت دية القيادة كان فيه كلام أنه بيحصل هاكينج عليها وممكن يتم اخترقها نيجي بعد كده للويب احنا قلنا أن الويب هي واحدة من أهم السيربسيز اللي بتوفرها الانترنت الويب تم اتكارها في البداية على إيد تيم بيرنزلي في واحد من المختبرات الأوروبية الويب بتعتمد على مجموعة من الكمبوننت اللي هي الHTML لغة ترميز النص المترابط أو اللغة اللي احنا بنصمم بيها صفحات الويب وبروتوكول الHTTP اللي حضرتك أو الكلينت بتاعك سواء جوجل كروم أو الفايرفوكس بيتواصل ويعمل ريكوست للسيرفر ويطلب منه صفحة ويب معينة الويب سيرفر هو جهاز الكمبيوتر اللي موجود عليه الموقع أما الويب براوزر فهو المتصفح بتاعك يهمني هنا أن احنا نعرف متصفح موزايك والنت اسكيب نافيجيتور موزايك هو أول جرافيكال يوزر انترفيس براوزر يبقى إذن الموزايك هو كان متصفح بليه جرافيكال يوزر انترفيس كان مصمم علشان يعرض المستندات على صفحات بتاعته طبعاً دا كان حاجة بدائية سنة 93 بعد كده نزل النت اسكيب نافيجيتور وده كان أول متصفح موجود على نطاق تجاري كان موجود بعده اللي هو الانترنت اكسبلورر ده كان في أيام عزه ومجده نيجي بعد كده للروابط التشعبية أو الهايبر لينك احنا عندنا صفحة من صفحات الانترنت المفروض أنه بيكون فيها لينكات اللينكات دي لما بنضغط عليها بتنقلني لصفحة تانية يباً احنا عندنا تيكست أو نصة والنصة ده معموله تنسيق ودمجين جواه روابط اللينكات دي بتربط المستندات مع بعضها الهايبر تيكست دي أو اللينكات بتستخدم بروتوكول هايبر تيكست ترانسفير بروتوكول علشان تتلقل من صفحة إلى صفحة أخرى بالإضافة لليورل أو محدد الموقع العالمي أو لينوثورم ريسورس لوكيتور وده اللي بيحدد مكان أي عنصر على الانترنت يعني باختصار اللينك بتاع الحاجة اللي انت عايز النقطة اللي بعد كده الماركينج لانجويتشز أو لغات الترميز هنتكلم على الـ HTML اختصاراً للهايبر تيكست ماركاب لانجويتش ودي مش لغة برمجة ولكنها لغة بتعرف المتصفح عناصر اللي موجودة على صفحة الوب وبتساعده أنه هو يرسم ويموضع العناصر دي يعني تيجي تقول له والله انت عندك صورة الصورة دي ارتفحها كذا وطولها كذا وموجودة في اليمين والنص اللي حيظهر لو الصورة مش موجودة حيكون كذا يبقى الـ Hypertext ماركاب لانجويتش مكونة من Fixed 6 مجموعة سابتة ومحددة من الماركاب لانجو أو اللي هي التاجز اللي معرفة مسابقاً يعني عندك مجموعة تاجز التاجز زي ايه؟ زي مثلاً لما اكتب لك H واما اكتب لك مثلاً H1 كده واما اكتب bold دي بيسموها تاجز بتستخدم جوه الـ HTML فالتاجز في حالة الـ HTML معرفة مسبقاً ما تقدرش تخترع انت تاجز من عندك التاجز دي المفروض انها بتعمل كنترول وبتتحكم في المظهر لصفحة الوب طبعاً طبعاً فيه فرجة من HTML اللي هو الـ HTML5 ده احدث حاجة موجودة وده بيمتاز بمجموعة من الخواص منها الـ playback و drag و drop و بيستخدموه حتى في عمل الألعاب كمان عندنا لغة اسمها Extensible Markup Language وهي دي مش لغة تصميم ولكن بتستخدم علشان تعرض المحتوى يبقى الـ HTML بتعرف الـ appearance او المظهر اما الـ HTML بتعرف الـ data الـ HTML عدد التاجز اللي فيها عدد سابت واليوزر ما يقدرش يخترع فيه اما الـ XML فالتاجز فيها defined by user يعني انت لو عايز تعمل تاج اسمها car براحتك محدش هيقولك حاجة ده في الـ HTML النبقى في الـ HTML مفيش الكلام ده يبقى الـ HTML احنا بنستخدمها علشان نتحكم فيه المظهر لصفحات الـ web اما الـ XML فاحنا بنستخدمها علشان نوصف الـ data اللي موجودة جوه الصفحة نيجي بعد كده للـ web server و الـ web client الـ web server software اه زي اباتشي زي انترنت انفورميشن سيرفر زي توم كات دي امثلة للـ web servers بتعملي بقى الـ web server هي بتسمح لجهاز الكمبيوتر بتاعك انه هو يطلب ويعمل request لصفحة من سيرفر وترجح حاله يبقى اذا انا عندي هنا المتصفح بتاعي وعندي هنا السيرفر فمن خلال المتصفح انت بتكتب عنوان صفحة الطلب ده بيروح للسيرفر السيرفر يدور على الصفحة ويرجح حالك يبقى الـ web server software بيسمح لكمبيوتر انه هو يحصل على صفحات الـ web من خلال ارسال request او طلب بيستخدم الـ http طبعا الوظائف الاساسية للـ web server اول حاجة security service ودي بتشمل authentication يعني موقع تجارة الكترونية فالمفروض ان كل يوزر بيكون لي account مين اللي مسؤول عن عملية التحقق من اليوزر اللي هو السيرفر السيرفر كمان بيوفر خدمة الـ ftp يعني بيسمح لك ان انت تعمل upload للملفات وdownload للملفات وكمان بيكون فيه امكانية ان احنا نستخدمه كمحرك بحثة ضو الصفحات بتاحتك ده كمان الـ web server بيؤدي وظيفة data capture يعني ايه؟ يعني بيرائب العملاء يشوفهم دخلوا على اي صفحة كل عميل اشترى منتجات ايه؟ ودفع من اي بنك وحاجات زي دي الـ web server اللي موجود عندي ممكن يكون software وممكن يكون hardware بمعنى انا عندي كمبيوتر بتاعي وبتعلم لغة الـ php فانا هروح انزل برنامج اسمه زام بي بي زام بي بي هو عبارة عن ويب سيرفر وبيكون جواه mysql وبيكون جواه مجموعة اضافية من التولز ممكن يكون فيه كمبيوتر مخصص فقط لموضوع الـ web server فيه انواع من الـ web server زي الـ database server من يراكب عليه قواعب بيانات زي mysql زي oracle زي sql server فيه add server وكلمة add جاية من كلمة advertisement او اعلانات ودي عبارة عن سيرفرات الهدف منها انها توفر اعلانات بصورة معينة طبعا كمان عندك الميل سيرفر زي الـ exchange وغيره من السيرفرات اما الـ web client فهو الجهاز اللي بيطلب ختمة من السيرفر يبقى اي computing device ممكن بقى يكون كمبيوتر ممكن يكون ساعة ممكن يكون تابلت ممكن يكون تلاجة وده بيكون متوصل بالانترنت ويعمل HTTP request ويطلب data من سيرفر ويعرض صفحة الـ web اما بالنسبة للـ web browsers او المتصفحات بتحتك فهدفه الاساسي طبعا ان هي تعرض صفحات الـ web ولكن ممكن يكون فيها خدمات اضافية زي خدمة استعراض البريد الالكتروني والدخول لمجموعات اللي هي زي الـ newsgroup والـ forums طبعا المتصفحات بتشمل الفيرفوكس والجوجل كروم والـ edge وغيرها من المتصفحات ننجي بعد كده للانترنت ويب وحنتكلم عن الـ features او الخواص بتاحت الفيتشارز دي كعناصر اساسية حنتكلم عن الـ communication tools وبتشمل برامج الـ email والبرامج بتاحت الدردشة والمنتديات بعد كده حنتكلم على محركات البحثة وكمان موضوع الـ download والـ upload للميديا خلينا نبدأ بيها نقطة نقطة بالنسبة لي الـ communication tools او برامج التواصل فاول حاجة عندي هو الـ email ده واحد من الـ main services او الخدمات الرئيسية اللي بتوفرها الانترنت طبعا بقى عندك زي جوجل جيميل او هوتميل وغيره النقطة اللي بعد كده الـ messaging applications اللي هي برامج الدردشة الفورية زي الواتساب والتليجرام وغيرها من البرامج دي الـ online message board زي المنتديات وزي برامج او اللي هي الـ discussions اللي بتبقى موجودة على الـ blackboard الانترنت تليفوني ودي نخلي بالنا منها دي عاملة زي telegram بيديني امكانية ان انا اه اه اتواصل مع الاهل مثلا اه عن طريق الانترنت مكلمات الـ voice يبقى الانترنت تليفوني هو عبارة عن تكنيك او تكنولوجي بتستخدم الـ voice over IP اه والباكت سويتشينج علشان تعمل مكلمات عن طريق الانترنت وزي ما بيقول هي موجودة في الفيسبوك وموجودة في الواتساب والفايبر والتليجرام والايمو وغيرها من الابليكيشن دي واخيرا عندك الفيديو كونفرنسينج اللي هي الحاجات الخاصة بزوم والفيديو شات والتليبريزانس التليبريزانس دي مقصوب بيها انه حضرتك تبقى داخل عن طريق سوفتوير اه ويظهر لليوزر في الطرف التاني اه زي virtual figure خاص بيك يعني شكل خاص بيك كده عن طريق virtual reality حنمر عليها بعد كده في test bank بالنسبة لمحركات البحثة المفروض ان محركات البحثة بتتعرف على صفحات الويب اللي بتطابق الكويري او الاستعلام اللي انت بتوجهه يعني انت بتكتب في محرك البحث seu فالمفروض انه يروح يعمل سرش عنده في قاعدة البيانات عن الصفحات اللي فيها كلمة seu ويعرضها لك محركات البحث يا اما بتستخدم keyword index يعني كل صفحة من الصفحات الويب بيكون مرتبطة بمجموعة من الكلمات او ال page ranking اللي هو اولويه ترتيب الصفحات كمان محركات البحثة ممكن نستخدمها ك shopping tools ان انت تدور على منتج عايز تشتريه او ان هي تستخدم في مجال الاعلانات او search engine marketing طبعا كمان ال search engine حنستخدمها كأداة في مواقع التجارة الالكترونية انت بتدور على منتج معين ففي محرك بحث داخل الموقع تكتب فيه الحاجة اللي انت عايز تدور عليها اشتركوا في القناة